بسم الله الرحمن الرحيم هعمل لكم سلسلة فيديوهات عن الدينتا الأمالغام وهنبتدي بالإنترو داكشن طبعا الدينتا الأمالغام واحد من الداريكت فيلنج ماتيريالز ويستعمل لأكتر من 150 سنة من قبل عام الجيفي بلاك اللي هو أبو طب الأسنان خاصة في العلاج التحفظ هو أبو طب الأسنان في هذا التخص أكتر من 75% من الداريكت بيتعمل من ليه واخد الشهرة دي بتاعته ليه من جاية منين المنابلشة بتاعه ما بتاعش لم يحتاجش إلى حاجات خاصة وبعدين هو رخيص سعره معقول خاصة مع غليه الدولار وما أدركه من الدولار فهو في بلادنا والبلاد اللي زينا اللي هم يعني ما هماش غناي هو يستعمل يعني يبقى وبيقدم لمدة كبيرة منام اللي عم يشيب بلاك وهو بيشتغل لحد اللوقتي وفيه حشوات بتوعه 30 و40 سنة طب يعني هي الحشوة اللي بتكمل والمريض قاعد على الكرسي الدكتور جنبه وبيخلصاره مفيش فني أسنان يعني مفيش شغل بيروح اللاب لها ميزات آه إن هي لان ما فيش حد بيشاركك في الفلوس فما بتاخدش فلوس كتير من المريض إنما في حالة لما بتاخد بالفني لما عندك شغل فني بتحمله على المريض طبع المريض بيبقى مقتنع بدم بيخلص الحشوة وقاعد قدامه ويمشي بيبقى مبسوط بها أو مقتنع بله الـ بيقسامه إلي يا إما متالك يا نام متالك متالك طبعا في بيبقى بيستخدم في كلهم من جوه البرا بستيري لأنتيري المتالك عندنا اللي هو دايركت الجولد يعني الأمالكا مباشرة بتحشي وبقى المريض وعندنا الكوهيزي في جولد برضو كان دايركت ولكن عشان غلوة ده بطلوا يستعملوه الناس خلاص وديت حشوة شوء من 1900 تخدم 1943 لحقاعد 2012 شغالها شغالها عندنا الاثيتيك عندنا دينتال كومزت عندنا جلاسة أيون ومر سيمينت ريزي موضيفاية جلاسة أيون ومر سيمينت طبعا أنا مش متحيز لحاجة من دول خالص أنا بتحيز لي اللي هتديني بنيفتس أكتر الريزك اللي هايبه جاي منها أقل ففي البوستيري الريزي هو عيبه اللي هو الأمالجام والجولد اللي هو يعني فما بقى تستعملوش في الانتيريور في البوستيريور ما بيبانش خلاص يبقى ممكن استعمله وعشان نخص في البوستيريور ما فيش داعي انك ما تسترفوش في استعمال خل القومز خل القومز يبقى ممكن في الانتيريور ولو تقدر تعمل حاجة بديلة له مثل زركونيام هتعمل مثلا فنير أو كلام مند أو او انليا حشوة من الكات كام من الزركونومير أو من من الزركونيا من الزركونيا أو من من البورسلين اعمل ما تستعملش القومز لأن القومز لها مدار خطيرة جدا مش معروفة فالحد الوقت بعضها بدأوا يفسعوا عنه زي اللي هو بيتسرب منه مادة اسمها البايس فونيل ايه ودي مادة استروجينيك خطيرة جدا طبعا عندنا الجلاس انومار ده بايو كومباتابل وده استعمله وانت بطنك بطيخة صيفي وهو بيبقى منتشر قوي في طب أسنان أطفال وممكن استعمله كمان في كلاس ثري وكلاس فايف في اي جزء في الانتيريور اللي هما اندكاتت فيهم يعني وعندنا بقى في حاجة كومبينيشن ما بين الجلاس انومار والكومبس بسمى ريزم ودفات جلاس انومار سميت وفيه انواع منها ايه حلوة يعني ممكن استعمله طيب ايه الاي ده لكورمس اف ايني دارك تفاكدين ما ده لازم يكون اه لازم تشكيله وتشغيله مناسب عشان يديك ايه فرصة للتشكيل قبل ما حصل له هاردنين وما ترميش بقى تقود وتعمل خلطة جديدة لازم يكون له short sitting time زي من تصلبه او شكه يكون قليل عشان المريض ما يزهقش يقلب ويشتغل غيره should not dissolve or decompose in oral fluids مش هيبقى زي الشوكولاتة صحت وراحت مطبخ مراح المثال اكوان الحشوات اللي هي المعدنية should not corrode or اللي احصل لها طب مش قولي corrosion should match tooth structure in coefficient or similar expansion تجاري معامل تمدد لنسيج السن عشان ما يحصلش marginal gap ويحصل curious recurrence ويحصل margin percolution and small لازم يكون له high strength يعني الميكانيكا البروماتس بتاعه يكون عالي يكون له high pressure resistance عشان to retain the bullish force for longer time عشان ما يحصلش food and black retention على الحاجة اللي هي rough وده يقاوم التسويس طبعا لازم يكون له high elastic modulus to resist plastic deformation يعني ان لما يحصل عليها مستيكات والاسترس ده load الاسترس هيصحبه strain لما يبقى لها high elastic modulus هيحصل لها elastic strain شوية صغيرين ومجرد ما المريض يفتع بقى الاسترس ده يرجع عشان المادة ما هيحصل لاش plastic deformation حشوة او ترك حشوة طبعا نتكلم على الحشوة هانا لازم يكون له high hardness ما احنا خلالها استكلمنا عشته tail and retain high polish طبعا الhigh hardness هيديك مشكلة اول في finishing and polishing إنما once finished and polished it will retain this for longer period لازم احسن يعمل chemical bond افضل من الميكانيكا الكيميكا هيبقى more conservative مش هتشيل من نسيق السن عشان تعمل mechanical mean of retention لازم يجاري السنة في color والtranslucency والrefractive index لازم يبقى قادر stable يعني هو يجاري في اللون ويحافظ على اللون ما حصلوش discreation بالطائق لازم يجدر له بيك عشان تقدر تتابع هل حصل curves recurrence ولا لا هل الحشوة اتملت ولا هل فيه marginal over gap ولا لا لازم يكون له thermal insulitic property افضل يعني better stable in dimension أثناء التصلب وبعد التصلب هو بتصلب ما ينكمش او يتمدد وبعد ما يتصلب نفس الشيء لازم ايه ابقى compatible should be harmless to both operator and patient يعني ما يحصلش irritation لا للdentist هو بيشتغل ولا للpatient طبعا كالعالة مفيش حشوة مادة حشو can fulfill all of this required انشاء ربنا سبحانه وتعالى ادينا ايه wide range of material نختار منها على حسب ايه احتياجنا طبعا شوية تعريفات كده كلمة amalgam an alloy one of its constituent is mercury اي حشوة او اي مادة احد مكوناتها الميركري هسميها amalgam على طول دنت الامالجم alloy هي سبيكة مكونة من silver thin cover وزينك الدنت الامالجم بقى هو عبارة عن خلطة فيما بين الدنت الامالجم alloy مع الزيبة مع الميركري وده السبيكة الوحيدة اللي احنا بنعملها في ال room temperature وتيبقى direct في موقع المريضة كلمة attrition يعني vigorous mixing اي مادة لما بتيجي تتصلك بقولها sitting يعني طريقة تشكاء في حالة الامالجم بسميها vigorous mixing اللي هو المكسين طريقة الخلط مش شك سوري سوري هو طريق الخلط ما بقولش عليه mixing هنا لا بقول عليه vigorous mixing يعني خلطة عنيف وحنقوله ليه الأسباب ليه يعني give reason وهو ما نجي نتقدم شوية في الشرح ان شاء الله كلمة amalgamation اللي هو setting reaction تعالى الامالجم يعني اي مادة ما تجي تتصلك بيجي تتصلك بيجي تتصلك بيجي تتصلك في الامالجم لا بنقول على setting reaction بنقول على ايه amalgamation amalgamation اه طبعا الامالجم حوري بقى حروب عنيفة اربع حروب عالمية اول جمهور وان ثرو فور من واحد لأربع حروب عالمية كل ما مادة يتم اكتشافها تطلع ويبدأوا ايه الاعلام بقى والجماعة التجانيين اللي منتج هذه المادة يحربوا الامالجم ولكنها ظل صامدا ومستعملا الى الان طبعا حديثا بقى بعض الديول اسكنينافية بطلت استعمل الامالجم مش عشان ان هو فيه ميركري لان هما لو اكيد طبعا عارفين ان الميركري مبزنوش ميركري ده بيخش في تفاعلات وينتج لنا مواد يعني مختلفة اللي هي silver ميركري والتيم ميركري ودول ما هماش يعني الميركري ما هواش فري بيتحبس خلاص فانما هما بيقولك ايه بقى هما بطلوه علشان ان هو ان ال البليوشن بالميركري اللي بيطلع هما خافوا قالك طبعا الميركري ده بيطلع اثناء المانيبوليشن انما احنا عملتنا فيديو عن الميركري هايجين لو انت استعملت الميركري لو تتبعت الميركري هايجين بروبرلي مش هتودي ميركري يلوس البيئة فعشان كده بيقولك ان حديثا بقى يعني الدرج الان والجماعة الامريكان هاو بيحب يسوه او بيقيدوه ان دينتال امالكام برزينت ان اكسيبتول ريسك توبينيفت ريشو امتا ان كونديشن زاد هوين اتس بروبرلي يوز فولوينج زي امارك زي ميركري هايجين برينسيبلز تتبع الايه الاحتياطات الواجهة بتوافرها بالنسبة لي اه تجنيب البيئة من تلوس الزبق اللي جاي من ناحياتنا احنا انما الزبق اللي جاي من ناحياتنا خلاص مش هنودي زبق للبيئة الزبق بيجي من حاجات كتير للمبات النيون والترمومترات الزبقية وجهاز وعشان كده الحاجات اللي كلها بطالوا يستعملوها حاليا فكله عشان ليه بالمناسبة ليه البليوشا والمؤتمر المناخي اللي عقد في مصر احنا وانا عملت فيديو السابق اللي دا فيديو اللقم 82 بتكلم على الامريكري هايجين بيونينج امالجام مانيبوليشن فالخلاصة بقى بيزد قم the review of the current scientific evidence الامريكا دينتا الاسوسيشان council on scientific affair support the continued usefulness of dental amalgam as a safe and effective dental material it remain an important restorative option for all Americans بيبقى خيار مهم مقاوي للحشوات يعني في posterior region هو واحد وانك الأهم واحد خاصة بيبقى فيه ايه القص عشان الدولار غري واحنا في البلاد الدول النامية من مناسبة الامريكا ديتا الاسوسيشان دي دي الجمعي الجراحي الأسنان الأمريكية اللي هي بتشرع للأسنان على مستوى العالم وكل بيمشي تابعها انت بطرها تشتري اي material وعليها A-D-A certificate خطها وانت بطنا البطيخة صيفية استعمل هذا الامريكا كباستيري الروسي ريشان طبعا بلا جدال وهو مالك الباستيري الروسي ريشان core build up لما تعمل اندو والسنة بتبقى بدل الديكايد والكراون مش هيقدر لو عمل عشان تعمله كراوننج هتعمل عليه تاد ما هيقدرش الجزء ده هيتدمر فبنعمل core build up اعمل شوية اشيل شوية من عند الروسي كان الروسي من جاتا بيركا وعمل كوندسشين امالجام يدينا كور من الامالجامة سميه امالجام كور وقابن عليه بقى بعد كده اعمل له كراوننج في الديماتيريال المواد الموديل والديماتيريال واحد منهم الدينت الامالجام بس ده بيحتاج القبر باندي امبريشان عشان هعمل له كوندسش ما ينفعش ان انا هاخد الاستومريك امبريشان باتيريال اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته